السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن إن محمد رسول الله لا إله إلا الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين ورسول رب العالمين الذي يبعث إلى الأحمر والأسود والذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ليلها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقهم وسار على نهجهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أمام المتقين ورسولة بحق أننا أتمنى بأننا نتخذ من الله بأن الله ترجمك لتحبق المحجة معك معكة تجربة تجربة لا تصبح اولئك تجربة 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 قام头 human to the one who made prepare for that day in a beautiful way on a daily basis ensure that you have done deeds that will result in you being proud of what you have put forward on the day of judgment and one of the best things you could do is to seek forgiveness of the almighty on a regular basis my brothers and sisters each one of us has needs هذه needs are fulfilled through the mercy of the almighty in his divine plan he has kept it such that we would need to earn in order to survive every one of us has a stomach the stomach needs to be filled in order to fill it we would need to purchase things we would need to trade we would need to actually consume food and that كما أنت و أنا أعرف لا يستطيع في العالم يجب أن يبقى الجميع يبقى كل شخص مننا إنه مجموعة المطلوبة أنه يبقى كل شخص مننا يجب أن يعمل بطريقة أو بطريقة لكي يبقى كل شخص مننا يبقى كل شخص وقد قمت بطريقة وقد قمت بطريقة لأنه يبقى كل شخص مننا كل شخص منه قد قلق أنه يبقى كل شيء هو بطريقة لأنه يدعى وقد قمت بطريقة وذلك يقول لنا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَالْتَنْضُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ او people believe the consciousness of the almighty be conscious of the almighty develop the correct relation with the almighty the term used is it be conscious of allah and each one of you should look into what you have done in order to prepare for tomorrow meaning the day that you are going to meet with allah subhanahu wa ta'ala look at what you فُم تحت لرحل هذا اليوم وأن يكون التعاون بذلك لأنه يساعد مما الذي يفعله ما الذي يفعله ما الذي يفعله ما الذي يفعله سبع الله يفعلنا بها أدرسي أبي بخصوصي اخبرتك إذا كان الله يجب أن تفلق للماء والسطرح الذي يكون في نفسه منه بخطة والسطار التي كثيرا ونزل إذا كان الله ونزل لذلك بالسطرح لذلك فأنتك 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 ومن جنة والسطور جنسة والسطور جنب أحد المصرى في الحقيقة كل قدران المترجم للغاية ، لقد قمت باستخدام أنه سبب 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 وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها هناك شيء لا يوجد في هذه الأرض بسيطة أن المترجم للغاية لقد قمت باستخدامها لكي نحن لكي نحن لكي نحن لكي نحن لكي الله لم يستخدامي بأنه سأخذ ما لكي تجب سيب سبب سبب سواء عندما لك لم تستخدمتكات ما لكي تجرب من الربة محمد لكي يجب ان تقديمها صدقا محمد يقول له احرش على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز تعمل لكي يجب أن ت lifetime او ما لكي تفاقين ثقى الله تشغل وندخوا ليس مدرجم عندما تكون موضة، تو حسناك تسلت Lubavitch بسرحة لتفاعلها لأنك تستمتلك لت اسجارة المدرسة لا تسمع. خطو habits كثيراً، عمل جمعاً عبارة، و اللہ ست أعطذتك تادياً أماماً من أنه لديك فقدت. الله تطور زمان لنا لديك آمنة اللية. لا نقل بسرحة الإنسان. نتذكر، هناك اداء لا يتمكن لا يتمكن من تطوPS لتصبح ذلك التي تسللون. there might be a moment of joy when you see a large figure or something that you have in front of you but if it is earned by haram and prohibit means that joy is only temporary it will not last this is why we always speak out against corruption this is why we always speak out against consuming ما الذي يدرسل ونحن نفسنا نحن نفسنا نحن نجتم في ذلك ما الذي يدرسل يوضع المنزل منه نفسنا منذ ذلك إذا كنت مرحباً، إذا كانت مجرد من طرح لتحقاً لتحقق يمكنهم أن يكون مجتمع من بعد قناة من حقاً وقت وسائل وفاق الذي في الحقيقة سيحصل على خسر ليس فقط في الآن، ولكن في هذه العالم أيضا إنه يصبح يصبح نبوكاً كبيرة يصبح الأمان يخلط على اليسر May Allah سبحانه وتعالى protect every one of us remember قارون was a man who was very very wealthy he earned his wealth but that wealth came about with a quality that Allah did not like and this is why once you have earned even if it is halal earning remember one thing let it make you humble the wealthiest from amongst us should be the most humble the most powerful from amongst us should be the most humble the most popular amongst us should be the most humble when Allah has blessed you with something lower the wing of humility and humbleness and ensure that you appreciate what Allah has favored you with with Tarun he did not do that do you know what he said he removed Allah from the entire equation and so Allah taught him a severe lesson letting that lesson be not only for him but for all of us إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحة لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ قارون was a member of the nation of Moses Musa عليه الصلاة والسلام and he actually transgressed after the Almighty had bestowed upon him wealth such that a large number of strong men would find it difficult only to carry the keys to the treasures that he owned imagine how much wealth he had and yet he came across later on and he says together with his transgression إِنَّمَا أُوْتِتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِ all this that I have it's not Allah who gave it to me it is me it is my intellect my brain my own capacity my shrewdness and my ability to do the trade or the business or to earn the income it was me alone so Allah reminded him to say you know what don't say that the people of knowledge told him don't say those words those words are actually against your own self you can never ever win a war that you begin against the Almighty himself ultimately the Almighty will win so Allah subhanahu wa ta'ala says this man did not realize that the brain we gave him that is he is claiming he used in order to earn what he earned that itself we were the ones who gave him in the first place it is Allah who gave you and I the same brain that we are using to distance ourselves from Allah that is not fair so Allah subhanahu wa ta'ala says after we sent him warnings and we sent him reminders we actually caused the earth to swallow him and all his wealth and it did not help him in any way Allah subhanahu wa ta'ala speaks of how he caused the earth to swallow may Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for every one of us the love that we have for wealth indeed is within the hearts let that love not contaminate the heart it should be limited only to that which is permissible that which will please the almighty remember my brothers and sisters when Allah gives you he wants you to give from what he gave you subhanallah in order to prove that he comes first remember no matter what wealth you have amassed wallahi you are going to leave it on earth it is not going to come with you nobody is going to bury you together with your wealth remember when you die that wealth is going to go to someone else one of the best things you could do is whilst you are alive make good use of what the almighty has given you he requires from you approximately two and a half percent of your savings and your wealth etc if you have crossed the whole year with that amount known as nisab Allah wants you to give a certain amount from it and he says that belongs to me but my brothers and sisters over and above that become generous become charitable learn to reach out to those who don't have as much as you have the almighty has even asked the messengers the almighty has even asked the messengers to eat that which is halal and to spend from that which the almighty has given them may Allah make us from among those who are generous when you have more you will give more when you have less you may give less but remember the percentage is something that is absolutely important sometimes a person who is worth a thousand dollars when he gives a hundred he has already given ten percent of his wealth and if a person is worth ten million or a hundred million when he gives one million it is actually a percentage as well may Allah subhanahu wa ta'ala grant us sustenance and make us from those who can serve him through that sustenance both by earning it as well as spending it in the correct way ameen my brothers and sisters Allah subhanahu wa ta'ala has reminded us about the blessings that he will grant those who strive and struggle even if you have a little some people work the entire day they earn a small portion others might earn more than ten times that amount in one hour all this is in the hands of Allah remember when you've worked hard for your wealth even if it is a little be thankful Allah will bless that wealth sometimes you have a salary that is not as much as others but if Allah has given you what is known as barakah meaning blessings you will perhaps be able to achieve much more with a little than what others might be able to achieve with a lot if they were not blessed may the almighty bless every one of us my brothers and sisters it is important for us to keep reminding one another in a beautiful way about earning that which is halal about earning the pleasure of Allah ultimately ultimately if we would like to earn paradise one of the ways of earning paradise is to ensure that everything we have consumed is also halal remember on the day of judgment we will be asked where we earned the money from where we spent it and Allah subhanahu wa ta'ala's mercy will overcome us if we were from amongst those who always tried to ensure that what we did was correct Allah subhanahu wa ta'ala asks us to follow his message in a beautiful way some people think that these rules and regulations are there in order for us to lead a difficult life a hard life no not at all when Allah has dictated something try to understand it try to understand why he is saying this and remember he only does it to empower us he only does it for us to be able to understand collectively that we would benefit not only ourselves but entire community society and the nation at large if we were to be upright the way he wants may Allah subhanahu wa ta'ala grant us all goodness and may he forgive us بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمد ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله واصحابه وأعوانه وكلانه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون my brothers and sisters the prophet صلى الله عليه وسلم has reminded us to send blessings and salutations تسليما اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد أفضل الخلق وأكرم الرسول وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمار وعثمان وعلي اللهم ارضى عنهم وعن سائر الصحابة والتابعين وعنَّا معهم بمنِّك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعزَّ الإسلام والمسلمين اللهم احفظ هذه البلاد اللهم احفظ رئيسها ونائب رئيسها اللهم احفظ من كل سوء ومكروه اللهم احفظ هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ وعنَّا بحفظك الذي تحفظ به عبادك الصالحين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم منصُر المستضعفين في كل مكان اللهم منصُر المظلومين في كل مكان اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم يا شافي يا شافي اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا أرحم الراحمين ارحم موتانا وموتى المسلمين وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة يرحمكم الله عز وجل بسم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن تذكركم الله أشهد أن تذكركم الله and then the next بسم الله الله أكبر الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولطالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحواس سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيما فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله المantsة استغفر الله استغفر الله استغفر الله الله Там же أنت السلام أم أنت السلام انتبار التايد الجلالي والإكرام ما هم إلا الله إلا الله بإلا الله شكرا لكم شكرا لكم